انطلقت مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتنظيم مائدة بدون إفطار تحت شعار أهلنا أولى مننا وتستهدف تلك المبادرة إرسال مائة ألف وقبة إفطار لقطاع غزة في إطار التأكيد على دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين هي أطول مائدة إفطار لكن بدون طعام هكذا انطلقت مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتنظيم هذه المائدة بطول ثمانية كيلو مترات على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء المبادرة تأتي تحت شعار أهلنا أولى مننا لإرسال مائة ألف وقبة إفطار لقطاع غزة وذلك تأكيدا على دور مصر قيادة وشعبا في دعم الأشقاء هناك أهلنا أولى مننا بمعنى كل السنة اللي فاتت كنا عاملين فطار بطول 9 كيلو وكان الفطار موجود والناس كلها بتفطر وتمام التمام السنة دي قلنا لا الفطار دا يروح لأهلنا في غزة واحنا حنفطر بتمرة ببقء ميا على السنة التجمع النهاردة دا وندل يدل على إن إحنا بنقول لي غزة وفلسطين إن إحنا أخواتكم في مصر بسندوقوا ومعاكم وفي ظهركوا دي رسالة بنوجهها ليهم إن إحنا ما ننسكوش أبدا أنتوا معانا في كل لحظة الحملة دي تتضمونا مع إخواتنا في قطاع غزة طبعا الحملة دي عملناها مبارح 100 ألف وجبة سخنة منها وجبة فطار وجبة صحور طبعا الوجبات دي دخلت النهاردة قطاع غزة إخواتنا في غزة النهاردة بفطروا مع الوجبة دي وإحنا النهاردة بنفطر طمر لبن أو طمر ميا أو طمر عصير تضمونا مع إخواتنا الموجودين هناك مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية تأتي كذلك للتأكيد على استمرار الدعم المصري من تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة عبر معبر رفح البرية لوصولها لقطاع غزة مشاركة في الفكرة الرائعة إفطار بدون طعام تضامنا مع أهلنا وإخواتنا في قطاع غزة والحمد لله تم تسليم الوجبات لقطاع غزة النهاردة صباحا النهاردة في مائدة بطول 8 كم على سحل مدينة العريش بسم الله إن شاء الله النهاردة رمضان بيجمعنا كلنا بين مصر وسينة وغزة فكل سنة هم طيبين وكل سنة إن شاء الله والأمور تبقى طيبة ومصر في أحسن حال كل الدعم من جمهورية مصر العربية لأشقاءنا في فلسطين في شهر رمضان المعظم مائدة كبيرة تليق بكل الدعم ورسالة دعم كبيرة جدا للأشقاء في فلسطين إفطار ومئة ألف واجبة يوم تم تقدمهم إلى الإفطار والمشاركة ما بين المصريين والفلسطينيين في دعمهم وهي رسالة ثقة أن دائما الشعب المصري في ظهر الدعم الفلسطيني في كل محنو وأم عربية واحدة يجمعهم شهر رمضان المعظم وشهدت المائدة حضورا شعبيا كبيرا من أهالي شمال سيناء لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني صراحة فكرة جميلة وحلوة وده أقل حاجة إحنا نعملها معاهم دي بيوسر رسالة لأهلنا في غزة بقول أحنا الشعب المصري والعامة وشعب سيناء خاصة معكم في هذه المحنة شمال سيناء كلها عن بكرة أبيها النهاردة طلعة تقول النهاردة إن إحنا مع غزة قلبا وقالبا تأتي هذه المائدة بمدينة العريش التي تشهد حراكا حكوميا وشعبيا في استقبال العديد من الأسر الفلسطينية المرافقة للجرحى والمصابين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم حكاية خير عنوان يؤكد أن معاناة الشعب الفلسطيني ليست ببعيدة عن أشقائهم المصريين فمنذ بداية شهر رمضان المبارك ترسل مصر يوميا عددا من وجبات الإفطار والصحور لأهالي غزة بالإضافة لاستمرار الجهود السياسية لانتشار السلام والأمان داخل قطاع غزة محمود جميل التلفزيون المصرية